مرحبا بكم على اليمين حشرة تزور كثيرا أسطحنا وبلقوناتنا وعلى اليسار أيضا حشرة نجدها فوق أظهار النباتات هاتان الحشرتان تطرح حولهما العديد من الأسئلة اليوم حلقة قصيرة سنتعرف من خلالها على اسم ومنافع وأضرار هاتان الحشرتان تلبية لطلب متابعينا الكرام البداية بسؤال الأخ حسن مرشد السلام عليكم ما رأيكم أو ما اسم هذه الحشرة التي تتردد على حديقة المنزلية وما هي منافعها وما هي أضرارها أخي حسن هذه الحشرة تسمى نحل الخشب أو النحل النجار وهذا اسمها العلم تزور أظهارك لتجمع حبوب اللقاح والرحيق كمصدر لتغذيتها وبالتالي فهي مفيدة للبيئة وهي لا تؤدي الإنسان هذا النوع من النحل فصيلة غير اجتماعية يعني لا يوجد هناك ملكة ولا مستعمرات كالنحل الذي نعرف تسمى نحل الخشب لأن إناثها تحفر في الخشب وتبني أعشاشها فيه وتسبب بذلك إطلاف الأسطح الخشبية للتخلص منه أو منها نرش زيت اللوز في العش وبالتالي سيطرده أما الحشرة الثانية فهي السيتوان أو الجعل معروفة جدا لدى مزارعي أشجار الخوخ والمشمش والتفاح والأفوكادو بحيث تظهر أثناء فترة التزهير وعند ارتفاع درجات الحرارة بحيث تتغذى على حبوب اللقاح والرحيق وبالتالي النتيجة فشل عملية التلقيح والإخصاب للتقليل من خطورتها هناك حل بيولوجي وهو عبارة عن مصيدة نأخذ كوب بلاستيك نملأه بالماء ونضيف إليه أي مادة أخرى كصابون مثلا الأواني هذا على سبيل المثال كي نتجنب وقوع النحل في المصيدة وفعلا أصدقائي فإنه عند المحاولة الأولى لتطبيق هذه الطريقة وجدت فعلا أن النحل يسقط في المصيدة في حالة استعملنا الماء فقط أما في الحالة الثانية وعندما أضفنا مثلا كما قلت صابون غسل الأواني أو أي مادة أخرى فإنها تجنبنا هذا المشكل أي سقوط النحل في هذه المصيدة إذن نعلق هذه الأكواب في الشجرة وكما هو واضع على الصورة كل شجرة نضع فيها تقريبا ثلاثة أكواب وستلاحظ أن حشرة السيتوان بدأت تسقط في الكوب وبهذا سنقلل من أعدادها إذن أصدقائي حلقة قصيرة تعرفنا من خلالها على حشرتان يعني يجب على كل مزارع وكل هاوي لزراع المنزلية أن يكون ملما وأن يكون يعني على الأقل يعرف معلومات ولو بسيطة عن هاتين الحشرتان نهاية حلقة اليوم شكرا لكم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر